انتهاء اضراب القطارات في هولندا من سيدفع الثمن؟ اخيرا المسؤول عن نوم اللاجئين بالخارج في كامب تير ابل منطقة محظورة على اللاجئين والمجلس الهولندي يرد اكبر مضبوطات هيروين في المانيا وعلاقة هولندا بالموضوع صدور تقرير التفتيش الخاص بكمب تير ابل والسكرتير يرد روتردام تصطدم باللاجئين هل اللاجئون يزعجون الهولنديين حقا؟ تقرير استقصائي عن اكبر 30 كامب في هولندا فاهلا بكم في نشرة الاخبار الهولندية لاهم واخر ما حدث في هولندا فيلا بينا نطلع نشوف المقدمة بتاع الفيديو عشان نبدأ في شرح التفاصيل اهلا بيكم انتهاء الاضراب والموافقة على بعض مطالب العاملين وغلاء تذاكر الصفر في الصورة اللي حصل ان شركة القطارات الهولندية ان اس اخيرا وفقت على بعض المطالب اللي عاملين هناك وده معناه ان هما هيعلقوا الاضراب بتاعهم هيبطلوا اضراب مؤقتا لان هما كانوا مخططين الاضرابات اخرى هتصيب حركة القطارات في جميع عن حق هولندا بالشلل وده اكيدا هيأثر على حركة انتقال الموظفين والمواطنين الهولنديين ما بين المدن وبعضها الاتفاق القاتي هيتم زيادة الاجور بتاعتهم بنسبة 5.8% باصل راجعي بداية من 1-7 شهر السبعة اللي فات بداية من 1-7 كل واحد شغال في شركة القطارات الهولندية ان اس هيزيد الراتب بتاعهم بنسبة 5.8% وبداية من السنة اللي جاية هيزيد الراتب بتاعهم كمان مرة 3.4% او 48% وكده يصل المجموع النهائي لزيادة الرواتب للعاملين في شركة القطارات الهولندية ان اس لتسعة فاصلة اتنين في المية لاجمال الراتب كمان هياخدوا في شهر اتناشر اللي جاي الف يورو دفعة واحدة وفي شهر سبعة اللي جاي الفين تلاتة وعشرين الف يورو دفعة واحدة يذكر ان حسب التقرير الصحفي اللي تكلم عن الموضوع ده بيقول ان لسه الاتفاق مش نهائي ولكن من الواضح ان العاملين رضيين مبدئيا بالاتفاق ده وشايفين ان ده يرضيهم الى حد ما ولذلك انه الاضراب بتاعهم مبدئيا لحد ما يتم توقيع اتفاق رسمي بالموافقة على هذا الاتفاق بيجي هنا سؤال مهم بيطرحه الصحفي اللي كتب عن موضوع الاضراب في الجريدة الهولندية وبيقول هل معنى الزيادة في الاجور بتاع العاملين في شركة القطارات ان احنا كمواطنين هولنديين او كمسافرين في هولندا احنا اللي هندفع تمن زيادة الاجور ده من جيوبنا ولا لا رد عليه احد المتحدثين باسم شركة ان اس للقطارات الهولندية بيقول الطبيعي ان هولندا كل سنة لو حصل زيادة في تزاكر القطارات بتحصل دايما في الشهر الاول من كل سنة هل هيحصل فعلا زيادة في اسعار التزاكر بتاع القطارات بسبب المطالب المادية اللي وفقت عليها شركة ان اس للعاملين هو بيقول لسه ما نعرفش ولكن هنشوف في الايام القادمة الخبر اللي بعد كده نوم اللاجئين في الخارج في كامب تير ابل اللي وصل في بعض الليالي لسبعمائة شخص بيناموا برة وبعض الليالي كان تلتمية وامتين وخمسمية الكلام ده كله بحسب بيان خرج من وزارة العدل الهولندية بتعترف هي بخطاقها ليه لان في منظمة اسمها منظمة انلية المنظمة دية بتساعد اللاجئين ان هم يلاقوا مكان يناموا والمنظمة دي جات قبل شهور على كامب تير ابل وقالت للكوه هناك ان هي تقدر تاخد الناس اللي نيمين بالخارج برة او بعضهم تنيمهم فيه كنائس ومنظمات اخرى عندها اماكن بدل ما يناموا برة ولكن بكل بساطة وزارة العدل الهولندية رفضت الموضوع ده ولذلك استمر الناس بالنوم في الخارج وكتبت وزارة العدل الهولندية مبارح بتقول ان ده خطاقها ان هي رفضت تاخد المساعدة بتاعت منظمة انلية وتخليهم ياخدوا بعض اللاجئين ينيموهم برة لدرجة ان المنظمة نفسها ذكرت على مقاعة بتقول ان هي كانت موفرة اماكن لأسر وطالب اللجوء الدعاف يعني طفل يعني حد مريض يعني حد حامل كبير في السن قالت ان هي وفرت لبعض الأسر والضعفاء اماكن بالكنائس في تير ابل وبرة تير ابل ولكن بكل بساطة تم رفض طلب المساعدة بتاعهم ده وده اللي اعترفت به وزارة العدل الهولندية مبارح في تقريرها وبتقول ان ده كان قرار خاطئ مننا ان احنا نرفض المساعدة بتاعتهم يذكر ايضا ان حسب الموقع بتاع منظمة انلية اللي بتساعد اللاجئين بتقول ان دلوقتي العمل ما بينهم وما بين القوة بقى ماشي بشكل افضل ده معناته ان وزارة العدل حاليا فتحت لهم الباب ان هم يتعاملوا مع الهيئة المركزية لاستقبال اللاجئين ويقدموا المساعدة بتاعتهم وده شيء كويس طبعا ان المنظمة دي يتم فتح الباب لها ان هي تساعد بالزاد في الظروف ديت اللي بتمر بيها القوة واللي بتمر بيها جميع الكمبات في هولندا من نقص اماكن ونقص موظفين وخدمات الخبر اللي بعد كده منطقة محظورة على طالب اللجوء في كامب تير ابل والمجلس الهولندي يارد تم تطبيق مرسوم طوارق جديد في كامب تير ابل منذ الساعة اثناشر ظهرا يوم السبت وفقا لتقرير منظمة السلامة في خرونجان يمنع طالب اللجوء الذين لم يتم تسجيلهم بعد في مركز تقديم الطلبات من دخول الفناء الامامي والمجاور لمركز تقديم الطلبات لا ينطبق الحظر على الاشخاص المسجلين بالفعل او الاشخاص الذين لديهم موعد في مركز تقديم الطلبات للتسجيل هذا الاجراء يسير حتى الاول من اكتوبر شهر العشر اللي جاي من جانبه اعرب المجلس الهولندي للاجئين عن استغرابه وصدمته من هذا القرار وطالب المسئولين عن اصدار هذا القرار اولا بتوفير اماكن استقبال للجميع قبل ان يصدروا مثل هذه القرارات الغريبة الخبر اللي بعد كده اكبر مضبوطات هيروين في المانيا خمس اعتقالات واسنتان في هولندا القي القبض على خمسة اشخاص اثناء تفتيش منازل في عشرة عنوين مختلفة في المانيا وهولندا ويشتبه في قيامهم بتهريب كميات كبيرة من الهيروين من ايران الى المانيا لتوزيعها في انحاء اوروبا. يقال ان مواطن تركي سوربي يبلغ من العمر اربعين عام كان مسؤول عن تنظيم شحنات الهيروين والمبيعات في دول اوروبية. يشتبه في تورط ايراني يبلغ من العمر خمسة وتلاتين عام في تنظيم عمليات نقل الهيروين في هولندا. ويقال ان مواطن الماني يبلغ من العمر اربعة وخمسين عام قد تعامل مع استراد الادوية من خلال الخدمات الليجوستية لشركته. واعلنت خدمة التحقيقات الجنائية الفيدرالية الالمانية بعد ظهر الجمعة ان مواطنا تركيا يبلغ من العمر ثلاثة وخمسين عام كان سيعمل كحلقة وصل بين المانيا ومنظمة تجارة المخدرات في الدول الاوروبية. الخبر اللي بعد جدا عمليات التفتيش في تير ابل تدق نقوس الخطر بشأن طالب اللجوء القاصرين في تير ابل وتحقيق صحفي هل هذه هولندا؟ في ملجأ اللجوء في تير ابل يعتبر وضع الاطفال الذين ليس لديهم اباء اقل بكثير من المعتاد. كتبت سنتان من المفتشين. هذا في رسالة الى سكرتير الدولة فاندربورغ. تطالب مفتشية الصحة ورعاية الشباب ومفتشية العدل والامن وزير الدولة بعدم تأخير التدخل وبحسب رأيهم فان القاصرين غير المصحوبين معرضين لخطر كبير ويتعاين نقلهم الى اماكن اخرى في البلاد. تمت عمليات التفتيش في تير ابل امس وكان هناك ميتين واتلتاشر قاصر غير مصحوبين بزويهم. وفقا للمفتشين هناك حقا مكان فقط بحد اقصى لخمسة وخمسين طفل قاصر. في مكان لخمسة وخمسين وهم امتين واتلتاشر اجمالة. ولا تستطيع القوة الان مراقبة سلامة الاطفال وصحتهم ورفاهياتهم. يريد موظفي القوة ان يفعلوا كل ما في وسعهم. ولكن بهذه الارقام لم يعد ذلك ممكنا. المراحيد والحمامات متسخة. توصلت عملات التفتيش الى ان الاطفال يعيشون وينامون في وحدات دون اشراف. وان المطابخ والمراحيد والحمامات وغرف النوم متسخة. وبالتالي هناك خطر على صحة هؤلاء القاصرين. من بين الميتين وتلاتاشر قاصر كان هناك تسعتاشر طفل دون سن الخمستاشر. يجب ان يتلقى هؤلاء الاطفال الضعفاء باستمرار التوجيه المناسب في تير ابل ولا تملك تير ابل هذه الامكانيات. سكرتير الدولة يرد على هذه التقارير ويقول من خلال متحدث باسمه ان الدولة تفعل ما بوسعها وانه يتفهم جيدا النقد الموجه لعمليات التفتيش وقال ايضا طلب من المقاطعات ان تقدم على الفور منازل لاستقبال اللاجئين واختتم بالاضافة الى ذلك ستتواصل جهود المبزولة لانشاء اماكن استقبال للقصر غير المصحوبين باهاليهم. الخبر اللي بعد كده سكرتير الدولة ايريك فاندربورخ يطالب هذه البلدية باستقبال المزيد من اللاجئين. كنا قد ذكرنا في تقرير سابق وفي روتردام على الرغم من وجود ستمية اتنين وتلاتين الف نسمة الا ان مجلس البلدية الجديد في روتردام وافق فقط على استقبال خمسمائة لاجئ كحد اقصى. اليوم سكرتير الدولة لشؤون اللاجئين ايريك فاندربورخ يقول ينبغي ان تستقبل روتردام اربعة اضعاف عدد طالب اللجوء الذين لديهم الان. والمسؤولين في روتردام يردون على كلام سكرتير الدولة ان ذلك غير وارد تماما. الخبر اللي بعد كده لا تعاني معظم البلديات التي بها مراكز كبيرة لطالب اللجوء من اي ازعاج من طالب اللجوء. ان الشعور بالامان هو حجة دائما يستعملها معارضي طالبي اللجوء في هولندا. ورأينا ذلك مؤخرا في على سبيل المثال. حيث سيتم هناك استقبال اللاجئين في احد الفنادق والناس اجتمعوا مع سكرتير الدولة مرتين وكل مرة بيقولوا احنا خايفين نطلع من البيت خايفين من اللاجئين احنا مرعوبين وما الى زال. ولكن في بحس استقصائي عمل وموقع اغبار هولندي معروف جدا على اكبر تلاتين كمب للاجئين في هولندا. بكل بساطة راحوا هناك او اتصلوا بالبلديات اللي فيها الكامبات الكبيرة جدا دي وبدأوا يسألوا الناس ويسألوا البلدية. ممكن تقولوا لنا عدد الجرائم المرتكبة من قبل طالب اللجوء في البلديات بتاعتكم افوا مدينتكم. هل الناس خايفين هل الناس مش خايفين. هناخد هنا امثلة على بعض البلديات والمدن الهولندية المعروفة جدا. على سبيل المثال في بلدية هوخ فين على سبيل المثال كانت هناك خمس حوادث على الاكثر في الاماكن العامة في الثلاث سنوات الماضية تتعلق بطريب اللجوء. يعني في ثلاث سنين في خمس حوادث بس اللي هم علاقة باللاجئين. ممكن بقى تقولها سرقة او اي شيء مخالف للقانون. ولكن على اي حال خمس حوادث في ثلاث سنوات. في منطقة زدفن على سبيل المثال فيه كامب هناك وتم سؤال السكان. انت يعني احساسك بالامن من عشرة. عشرة اعلى حاجة وواحد اعلى حاجة. تدي كامب في المية بسبب وجود الكمب. فمعدل الناس اللي جاوبت سبعة فاصلة تمانية من عشرة من عشرة. يعني تقريبا تمانية من عشرة. طيب. اضاف جمان ان كان فيه تقرير هناك في سنة 2016 سأل الهولنديين ايه شعوركم بوجود الكمب بتاع اللاجئين ده عندكم. فالفين وستاشر كان واحد واربعين في المية من السكان الهولندين هناك في البلدية دي او في المدينة دي اللي فيها الكمب. واحد واربعين في المية حاسسين بالامان ولكن النهاردة وبعد البحث الجديد ده النسبة ديها تلتاشر في المية بس وده رد الصحفي اللي حاب يوضحه للناس اللي بتعترض على قدوم مراكز استقبال اللاجئين بحجة ان هما مش حاسين بالامان ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم ما تنساش تشترك في القناة تعالى الجرس اعمل شير للفيديو على الواتس اب من على تيك توك عشان يوصل لاكبر عدد من الناس وما تنساش تعمل لايك الفيديو كمان على تيك توك عشان يوصل اكبر قدر من الناس ولو عندك اي اسئلة اجتبالنا في التعلاقات سواء في تيك توك او في اليوتيوب سلام عليكم